بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم ويبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده أيها المستمع الكريم إن الله عز وجل هو رب رحيم رب ودود رب كريم وبعض الناس يتعامل مع الله عز وجل بصفات القوة وينسى صفات الرحمة أو يتعامل مع الله عز وجل بصفات الرحمة وينسى صفات القوة لكن الله عز وجل كما علمنا في قرآنه شديد العقاب لكنه أيضا ذو رحمة واسعة حتى إنه قال عن نفسه ورحمة واسعة كل شيء ومن رحمات الله عز وجل التي تتوالى لعباده الطيبين أن الله عز وجل يجدد لهم مواسم العطاء ومن مواسم العطاء ليلة النصف من شعبان وتصوروا حديثا واحدا مما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يطلع لعباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وهذا النص الطيب قبل أن ندخل إلى تفاصيله وإلى بواطن معانيه ينبغي أن نفهم أن نتجدد مواسم العطاء من الله عز وجل رحمة وأننا حين نتكلم عن هذا الموسم إنما نتكلم من باب قول ربنا عز وجل وذكرهم بأيام الله حتى لا ينسى الناس وحتى يطمع الناس في خير الله عز وجل ونحن أيضا نتكلم عن هذا الموسم الطيب امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهركم لنفحات يعني عطاءات يعني فيوضات يعني مدد من الله عز وجل فالمحروم من حرم نفسه من هذا الفضل قال ألا فتعربوا لها فلعله أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم حين يسمع مثل هذه النصوص الشرعية القرآنية والنبوية أن يبحث عن موطن العطاء أحدنا لو قيل له في الدنيا إن في مكان ما عطاء دنيويا لسارع إليه وهنحن نقول إن هذا زمان الخيرات وهذا زمان الهبات وهذا زمان العطاءات فلماذا لا يتطلع الإنسان إلى عطاء ربه ولماذا لا يشرئب عنقه إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة ونرجع إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ومعيب جدا عند أهل الأخلاق وعند أهل التربية وعند أهل الوصل أن يقبل الله عز وجل عليك وأن تدبر أنت عنه هذا في دنيا الناس لا يليق لا يليق بالعبد المؤدب أن يكرمه الله عز وجل ثم لا يستقبل هذا الإكرام بما يستحقه من تبجيل وتوقير إن الله عز وجل علمنا أنه عزيز فالله عز وجل إذا أقبل عليك فلا بد أن تقبل عليه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأن من تقرب إلى الله عز وجل شبرا يعني هو بدأ أولا بالتقرب تقرب الله عز وجل إلى هاء عبده مكافأة وإحسانا وإكراما ومجازاتا بالحسنات ذراعا يعني أكثر ومن دع الله عز وجل استجاب له لكن الأصل الأصيل أن يبدأ الإنسان فإذا كان الله عز وجل قد بدأ كهذه المرة في هذا الموسم الطيب بأنه يطلع عليك فما يجب عليك إلا أن تقابل هذا العطاء الإلهي بالتوبة إلى الله وبالإنابة إلى الله وبالخضوع بين يدي الله عز وجل وبأن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك هذه الأمنية التي ساقها أو هذا العطاء الذي ساقه الله عز وجل لخلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ثم يحرص الإنسان إن أتاه هذا الزمان المبارك على أن لا تكون فيه صفة من هذه الصفات التي تحرمه فيكون إنسانا محروما إلا لمشرك أو مشاحن ونحمد الله عز وجل على أننا من أهل التوحيد وعلى أننا نعرف قدر لا إله إلا الله التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن ننتبه إلى كلام وهب بن منبه رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري لما سئل عن لا إله إلا الله وأنها مفتاح الجنة وكأن الناس يستخفون بهذه الجملة فيطلقونها على ألسنتهم بلا رقيب ولا حسيب وبلا ضوابط أو شروط قال نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولكن أليس لكل مفتاح له أسنان فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له وإلا لم يفتح له أو كما جاء عنه رضي الله عنه فالشاهد إذن أن يكون الإنسان بعيدا عن هذه الصفات التي تحريمه المغفرة بعيدا عن صفة الشرك فيوقن بالله رب العالمين أنه سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرع فجعله غثاء أحوى ويكون كذلك أبعد مما يؤذي الخلق ومن تأمل هاتين الكلمتين فقط من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن القانون الذي ينبغي أن يعيش عليه المسلم أن يكون متبعا لله مطيعا لأوامره وأيضا نافعا لخلقه إلا لمشرك يعني هذا فيما بينه وبين الله أو مشاحن هذا فيما بينه وبين الخلق لا عصبية ولا بغضاء ولا خصومة ولا شحناء ولا إحساس بالنفس ولا هذه المعاني التي تكون عند الإنسان مما يشعر فيها الإنسان بنفسه عظيمة كبيرة مهابة لكن يخضع ويلين ويتعلم أن يصل الله كما يصل خلق الله عز وجل وعندما تتحقق هذه السماحة وعندما تتحقق تلك الخصال ينال العبد في هذا الموسم المبارك مغفرة الله عز وجل نسأل الله أن يغفر ذنوبنا أجمعين وكل عام وكل موسم وحضراتكم بخير اشتركوا في القناة